اشتركوا في القناة ونبدأ حلقتنا بموعد المباراة المباراة يوم 23 اتنين الموافق الجمعة الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة المباراة مزاعة عبر قنوات بينسبورت المشفرة النادي الاهلي يدخل المباراة وهو في صدارة المجموعة ومباراة الاهلي ومديامة الغاني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدور ابطال افريقيا النادي الاهلي كان تعرض لحادث الطائرة ولكن بعثة النادي الاهلي بسلامة الله وصلت كماسي بعثة النادي الاهلي ادت اولى تمرينتها في الملعب الرئيسي للمباراة القائمة المبدئية من مرسيال كولر للمباراة غدا ان شاء الله بتضم في حراسة المرمى كل من مصطفى شبير وحمز علاء وخط الدفاع محمد هاني وأكرم توفيق وكريم الدبيس وعلي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وفي خط الوسط بيضم كل من امام عشور وعمر السلية وكارين ندفد ومصطفى ابو الخير ومجدي افشا وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر واريدا سليم وبرسي تاو وكريم فؤاد وخط الهجوم بيضم كل من وسام ابو علي ومودست دي القائمة المبدئية من وجهة نظر مرسيال كولر على ان يتم اختيار التشكيلة المتوقعة والتشكيلة المناسبة للمباراة قبل المباراة بساعة ان شاء الله النادي الاهلي تعرض لحادث بالطائرة في غانة ولكن تم حل المشكلة لعيبة النادي الاهلي وصلت لفندق الاقامة ودلوقت بيتمرانهم التمرينة الاولى لهم في الملعب الرئيسي كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله وحظ السلاس نقاط والعودة بنتيجة الصعود باذن الله مباراة هتفرق كتير مع النادي الاهلي مباراة ستصعد بالنادي الاهلي مباشرة حال الفوز باذن الله كل التوفيق للاهلي وللعيبة النادي الاهلي التشكيلة المتوقعة من وجهة نظر مرسيال كولر في بتضم في حراسة المرمى مصطفى شبير في حراسة المرمى أمامه اتنين قال بين دفاع ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلى الجنب اليمين محمد هاني وعلى الجنب اليسار علي معلول وفي خط الوسط برامي ربيعة وعمرو السلية وإمام عشور التلاتة دول اللي هيبقوا متوقدين في خط الوسط هيستبعد شوية أكرم توفيق اللي فيه توها له في المنطقة دي زي ما يكون نسي أساسيات مكانه في نص الملعب فهيتواجد رامي ربيعة وعمرو السلية وأمام عشور وفي خط الهجوم هيعود برستاه على حساب طهر محمد طهر البعيد تماما عن مستواه منذ فترة كبيرة جدا مش عارفين ليه مرسيال كولر مقتنع به ومتواجد لحد دلوقتي وبيتضي له فرصة أكتر من اللازم وحسين الشحات أيضا هيتواجد على الطرف الآخر ومودست في الهجوم حسين الشحات محتاج شغل كتير جدا حسين الشحات كان من اللعيبة اللي أخطأت كتير جدا في المباراة الماضية كان عنده ميس باس كبير جدا كان عدم الاستخلاص ما كانش بيحافظ على كورته بصفة جيدة جدا كانت الكورة بتنقطع منه بسهولة ومودست رأس حربة نظرا لغياب كهرباء عشان فرح أخته واندمامه سام أبو علي متأخرا لقائمة النادي الأهلية نتمنى التوفيق لمودست وحسين الشحات ولجميع لعيبة النادي الأهلي وان شاء الله الفوز والسلاس نقاط من أرض ميديامة الغاني في غانة بإذن الله كل التوفيق للنادي الأهلي كان أخطر لعيب عندهم جونسان وانتقل لأحد الفرق الليبية في الفترة الأخيرة في انتقالات يناير ولكن ضموا تلك لعيبة أخرى ولكن جونسان كان لعيب خطير جدا ظهر بمستوى جيد جدا في المباراة الأولى في القاهرة ولكن نادي الأهلي بإذن الله يفرح جامهيره بالانتصار والفوز وحصد السلاس نقاط من أجل السعود للأدوار القادمة في دوري أبطال إفريقيا بطولة النادي الأهلي المحببة لايك وشير ومطبع للصفحة والسلام كل ما هو جديد من كل جمهور النادي الأهلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته